ألا معكم أخوتي السلام عليكم ويصاب قلوبكم صوت من العالم الآخر والحلقة 48 بها الحلقة تقل قلت لك في هذا الصباح أو قلت للأب المرشد أنك عبتشعر بالكثير من الإشمئزاز حين تسمعينني وأنك تفضلين لو كنت مثلك مثل باقي الرهيبات قالت لها عرفت أنا أنه عبتشعر بالإشمئزاز عبت عصبا من الذي أحكيك إياهن وعبتشعري كأنه مسؤولية كبيرة عليك فأنت جنب أن تكون كما كتب الراهبات ولنه لديها المسؤولية الروحية التي أعطيكم إياها لأنه لديها المسؤولية الروحية التي يعدك إياها تنبقني تنزعجاء ولالسان الآن قلت قلت مع الرئيسة أنك متضيقة من هذا الموضوع الذي يحدث معك لأنها تحكي للكل أنه يحدث عندها هالحكي بينه وبيننا ماري فإذا قالت لها للرئيسة قالت لها قلت لها للرئيسة ورجعت قلت للأبونا وعب تحكي مع رفقاتك أنه أنت متضيقة على الأمور التي تحدث معك أنا أريد أن أقول لك لش أنت هذا كله ليس هو الله الذي يريده إياه و الله سامح أنه أنت تختارك حتى تعملي هذا الأمر لا تتضيقة إذا أنت عندك هذا الإيمان وتعرف أنه الله الذي يختاره هلا أنا من عندي أخوتي أريد أن أقول لكم هيا وأنا وكلنا بشر أوقات منتضيق من المسؤولية لعطانا إياها الله بس لما يجي واحد وذكرنا أنه أنت كاهن لازم تتحمل أنت راهبة لازم تتحملي لازم بالمعنى أنه هيدا رسالتك هيدا رسالتي بترجع بتمشي مظبوط وفعلا رجعت سمعتها ومشيت مظبوط بس التقنيب كتير مهم أوقات من رؤسائنا من المسؤولين عننا وعن إرشادنا حتى يرجعوا يهزونا مثل مريح بتهز الشجر نحن بكنيسة اليوم مفروض كنيستنا هي أنه تكون عبت هز العالم مش عبت مش عالم كنيسة مش أنه يلا مثل ما بدكن صارت هالمودة بنمشي فيه لا نحن ملنا نهز العالم طي يظلوا ماشيين على الطريق الصحيح قالت لا إنك لحد هلأ لم تسمعي بعد كل ما ينبغي أن تسمعي بعد لحد هلأ ولم تنظري وتعرفي كل ما يجب أن تعرفي والشيطان بده إياك أنه ما تصلك هيد الأفكار وما تصلك هيد الحقيقة وما تصلك هيد الرسالة الشيطان رح يحارب هو عبوزك أنه ما يوصلوك تطوره قديش مهمة الشيطان عب يوقف في طريقك تحتى ما توصلك هيد الأمور لأنا عبوصلك إياها يجب ابتداء من هذه اللحظة أن تتغيري فلا أفكار أخرى من هذا القبيل ولا ارتدادات أخرى من اللي عب تعمليها هذا القبيل يعني اللي هي عب تفكر فيه ذلك هو حب الذات ولا شيء آخر افتحي قلبك للنعمة والتسقي بيسوع وليس بأحد آخر ولا تضيع وقتك الثمين في هذه الأخبار وهذه الأمور اللي الشيطان عب يبعط لك إياها كوني مع الله مع الرب الصالح هيدا اللي بيعطيك النعمة وهيدا هو مصيرك أنه تكوني بالسماء ما ترد على الشيطان وعلى الأمور اللي عب يقل لك إياها دايما يعني الشيطان عب يحرب نحن ما قالت لنا شو عب يقل لها الشيطان بس هي عرفت وطبعا فهمت عليها شو عب يقل لها ويبدو أنه ما بدا تذكرهم هون قدامنا خليكي مع مرشدك ليرشدك للأفضل وقولي للأب بالمواعز اللي عب يعازها يحكي الشغلات من اللي عب تصير معك واللي بتخصك يسوع هو الرب وهو رتب لك ذلك استغل الفرصة وقولي أنت المختارة متل مختارك قوني من رجاله من أبنائه شوف شو حلو يسوع اختارك ما تخيب أماله والله ما شوف شوف لكي من رجال plant في خضير då